موسيقى عسكرة الفضاء سباق عالمي للتسلح خارج الكرة الأرضية وإسرائيل تعزز دفاعاتها بطبقة حماية رابعة ضد الصواريخ فرط الصوتية هذه الملفات وغيرها نطرحها معكم في حلقة اليوم أهلا بكم في عسكري تاريا كشف تقرير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية عن ارتفاع الانفاق الدولي على الأسلحة النووية خلال العام الماضي حيث أنفقت تسع دول قرابة ثلاثة وثمانين مليار دولار على الأسلحة النووية بزيادة تقدر بمليارين ونصف المليار دولار عن عام 2021 الولايات المتحدة تصدرت الانفاق العالمي على الأسلحة النووية بقيمة تتجاوز الانفاق النووي لباقي الدول مجتمعة إذ أنفقت الولايات المتحدة وحدها قرابة أربعة وأربعين مليار دولار تلتها الصين بما يقارب إثني عشر مليار دولار ثم روسيا بقرابة عشرة مليارات دولار أعلن مجلس النواب الأمريكي موافقته على تعزيز ميزانية مشات البحرية الأمريكية لعام 2024 الميزانية الجديدة تتضمن تمويلا إضافيا لشراء مركبات برمائية بالإضافة لتوصيات تشمل شراء غواصتين من طراز فيرجينيا وكذلك غواصة صاروخية باليستية من طراز كلومبيا بالإضافة إلى عدد من المدمرات والفرقاطات البحرية هذه الخطوة ستشكل عودة قوية للقاعدة الصناعية في مجال بناء الغواصات الذي تأثر بشكل كبير جراء جائحة كورونا الدنمرك تعلن تبني عدد من السياسات الدفاعية الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة كما أعلنت كذلك رفع إنفاقها الدفاعية لـ 2% من إجمالية الموازنة العامة السياسة الدفاعية الجديدة تتضمن إعادة سلاح الغواصات بعد عشرين عاما من إيقافه لحاجة الدنمرك لتعزيز دفاعاتها البحرية عند عبور السفن الروسية لمياهها الإقليمية وكانت كوبنهاجين تعهدت في وقت مبكر من هذا العام باستثمار 58 مليون دولار لبناء سفن بحرية جديدة خلال السنوات المقبلة خلال السنوات الماضية شهد الفضاء الخارجي نشاطا متزايدا للقوى العظمى سواء في إطلاق أقمار إصطناعية لأهداف عسكرية أو حتى عسكرة الفضاء لاستخدامه في نزاعات عسكرية على الأرض هذه التطورات دفعت بعض الدول لإنشاء قيادة جديدة ضمن قواتها المسلحة قيادة تختص بقيادة قوات الفضاء الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أولى الدول التي تملك قيادة لقواتها الفضائية هذه القيادة تعمل بشكل مستقل تماما عن قواتها الجوية للاطلاع أكثر على مهام وأهداف قيادة قوات الفضاء الأمريكية وأبعاد العسكرة الحالية له من قبل القوى العظمى تنضم إلينا ميجور جنرال كامبرلي كرايدر المساعدة السابقة لرئيس عمليات الفضاء بالجيش الأمريكي أولا ميجور جنرال أهلا بك معنا في عسكري تاريا دعينا نبدأ بحجم قوة الفضاء الأمريكية الآن في هذه المرحلة وما هي المهام المنوطة بهذه القوات تحديدا أنا سعيدة جدا لوجود معكم وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي للتحدث عن قوة الفضاء الأمريكية التي تأسست عام 2019 لأغراض التركيز على مجال الفضاء وكما نعرف جميعا فإن الفضاء أصبح مجالا واسع لاستخدام وهو مهم جدا للعمليات القتالية حول العالم ولهذه الأهمية زادت الحاجة لضمان حمايته والدفاع عنه فهناك أصول مهمة وموجودة في الفضاء التي توفر لنا تشكيلة من القدرات والدعم لأغراض تجارية وكذلك عسكرية وقوة الفضاء الأمريكية تأسست لضمان وجود القوات المعدة جيدا والمستعدة للقتال القادرة على تشغيل القدرات في الفضاء وإطلاق تلك القدرات إلى الفضاء مع ضمان حماية وتأمين الفضاء بشكل جيد من أجل ازدهارنا وأمننا العالميين وقوة الفضاء الأمريكية مكونة بشكل أساسي من ثلاث وظائف رئيسية هي التنظيم والتدريب وإعداد القوات والقدرات القادرة على خوض المهام القتالية التي قد تستخدمها قيادة قوة الفضاء الأمريكية في عمليات حربية حول العالم ميجر جنرال كامبرلي شاركت شخصيا في تسليح قوة الفضاء الأمريكية وكذلك تطوير أسلحة لقوة الفضاء الأمريكية لكن كيف غيرت هذه الأسلحة من طبيعة وشكل الحروب التي نعرفها في هذه الفترة وكذلك ما هي طبيعة الأسلحة التي تمتلكها قوة الفضاء الأمريكية نحن نطلق على قدراتنا مسمى القدرات أما العمليات فنقوم بها عبر الفضاء فنطلق عليها مسمى عمليات الفضاء فأنواع القدرات التي نمتلكها والمهمة لعمليات القتال حول العالم هي أشياء مثل اتصادات الأقمار الصناعية والملاحة الدقيقة وقدرات التوقيت التي هي الأساس للنظام العالمي لتحديد المواقع جي بي أس التي نعتمد جميعنا عليها وقدرات جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع التي توفر الإنذار المبكر والدعم والخدمات لعملياتنا وأيضا قدرات الوعي بالفضاء لنرى ونفهم ما يحدث في الفضاء ولدينا قدرات الحروب الإلكترونية التي تساعد في التعرف على ما إذا كانت هناك تدخلات قد تؤثر على الخدمات التي توفرها قدراتنا وهي توفر لنا قدرات دفاعية وبعضها يوفر قدرات هجومية إذا تطلب الأمر ولدينا مجموعة أخرى من القدرات التي تدعم ما نسميها العمليات الحربية المدارية التي توفر القدر على المناورة في الفضاء ومشاهدة نشاطات خصومنا في الفضاء للمناورة حولها وتوفير قدرات دفاعية في الفضاء ميجور جنرال استخدام الفضاء لأغراض عسكرية أو حتى إطلاق أقمار اصطناعية عسكرية كان لسنوات محدود على دول قليلة الآن هناك يبدو وكأننا أمام السباق تسلح في الفضاء برأيك هل بالفعل نحن أمام سباق تسلح فضائي؟ وما هي أهم الدول التي تشارك في هذا السباق؟ هناك نحو ثمانين دولة حول العالم تمتلك قدرات الفضاء وقدرات الإطلاق إلى الفضاء ودول أخرى لا تركز على الإطلاق لأنها تستفيد من شركاء دوليين آخرين بل تركز على قدرات أخرى تستخدمها في الفضاء مثل اتصالات الأقمار الصناعية أو الملاحة والتوقيت وقدرات جمع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والمراقبة فالعديد من الدول حول العالم تسعى لخدمات الإطلاق إلى الفضاء وامتلاك خدمات في الفضاء مشابهة لتلك التي تمتلكها أمريكا لكي تكون جزءا من هذه المجموعة العالمية التي ستضمن حماية وأمن الفضاء وأمريكا ترحب بالشركاء الدوليين الراغبين بضمان الاستخدام الحر للفضاء وضمان حماية الفضاء واستدامته لدعم الاحتياجات التجارية وكذلك العمليات العسكرية كما هو مطلوب في الفضاء ولا شك أن الخصوم يحاولون أيضا الاستفادة من الفضاء وشاهدنا مؤشرات قوية جدا حول استثمار الصين وروسيا بشكل كبير في قدراتهما الفضائية ولا شك أن هناك حاجة لضمان استمرارنا في أمريكا بالاستثمار في قدرات الفضاء وضمان توفير قدراتنا للمساعدة وفي ضمان الحماية ودفاع عن الفضاء لاستخدام الحر والمفتوح ميجور جنرال هناك الكثير من المعاهدات التي تنظم مسألة نشر الأسلحة على الأرض لكن فيما يتعلق بالفضاء هناك معاهدة واحدة فقط تختص بنشر أسلحة نوية أو حتى أسلحة دمار شامل سباق التسلح في الفضاء هذا ألا يجعل من الضرورة وجود معاهدات تنظم هذه المسألة؟ لا شك أن هناك تركيزا متزيدا على ضمان وجود أعراف سلوكية مقبولة للأصول في الفضاء مع زيادة النشاطات في الفضاء وانتشار الأصول فيه وعدد الدول التي تعمل فيه وأصبح من المهم أن تجتمع الدول لتحديد الأعراف والسلوكيات وما هو مقبول في الفضاء وكيف ستتم حماية الفضاء وكيف يجب التعامل مع الأنقاض والتسبب في الأنقاض لقد شاهدنا دولا في الماضي تطلق عمليات لتدمير الأقمار الصناعية في الفضاء وتسببت في توليد كميات كبيرة من الأنقاض شاهدنا روسيا والصين تقومان بذلك وكذلك الهند في السنوات الأخيرة هناك تركيز كبير في أمريكا لحظر مثل هذه العمليات لأنها تتسبب في كميات هائلة من الأنقاض التي بالتالي تتسبب في أوضاع خطيرة في الفضاء وقد ذكرت أمريكا في منتديات علنية بعض النشاطات التي تقوم بها الصين والتي أظهروا من خلالها قدراتهم على تقريب قمر صناعي من قمر صناعي آخر ومد ذراع لإبعاده خارج مداره هذه نشاطات مقلقة ويجب أن يكون هناك تركيز مستمر ونقاشات واتفاقات عالمية حول شكل السلوكيات المقبولة في الفضاء وكيف ستقوم الدول بمشاركة ما تقوم به في الفضاء وأن تكون عملياتها شفافة وأن تفصح عن الأغراض من عملياتها هناك لكي نتمكن من تعزيز أمن الفضاء عبر الحوار المفتوح وعبر قدراتنا على الاتفاق حول كيف يمكن للدول أن تتفاعل وتتصرف في الفضاء ميجور جنرال كامبرلي كرايدر المساعدة السابقة لرئيس عمليات الفضاء في الجيش الأمريكي شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من توضيحات ترسانة صاروخية جديدة عملت إيران على تطويرها على مدى سنوات من بينها صواريخ زعمت إيران أنها تفوق سرعة الصوت بخمسة عشر ضعفا الصاروخ الأحدث في هذه الترسانة هو صاروخ فتاح صاروخ تقول طهران أن مداه يصل إلى ألف وأربعمائة كيلومتر المختلف أن صرعة هذا الصاروخ تبقى لرواية الإيرانية تتخطى صرعة الصوت بخمسة عشر ضعفا لكن حتى الآن لا توجد تجارب ميدانية تثبت صحة المعلومات الواردة بشأن هذا الصاروخ الصاروخ الثاني هو صاروخ باليستي سمته إيران صاروخ خرم شهر وهو صاروخ متوسط المدى تم اختباره من قبل في إيران في عام 2017 وصل مداه حتى ألفين كيلومتر وهو الأمر الذي يجعله يستطيع الوصول إلى العمق الإسرائيلي كما تم تطوير هذا الصاروخ وإنتاج عدة طرازات مختلفة منه أحدث واطراز أطلقت عليه إيران اسم صاروخ خيبر وهو نسخة تختلف في قدرتها على حمل رؤوس حربية عدة وكذلك القدرة على المناورة وتجاوز أنظمة الرادر صاروخ آخر سمته إيران بصاروخ سجيل وهو صاروخ أرض أرض له ثلاثة إصدارات ويعمل بالوقود الصلب آخر إصدارات هذا الصاروخ زعمت إيران أن مداه يصل إلى أربعة آلاف كيلومتر هذه الترسانة الإيرانية من الصواريخ لها ما يقابلها من الأنظمة الدفاعية التي تمتلكها إسرائيل مثلا منظومة ثاد التي تشاغلها القوات الأمريكية الموجودة في إسرائيل والتي تعد أبرز وسيلة دفاعية فعالة ضد تهديدات الصواريخ الباليسية كما أن لديها القدرة على اعتراض الأهداف خارج وداخل الغلاف الجوي وكذلك تمتلك إسرائيل أيضا منظومة باتريوت أرجو والتي تعد أحد أكثر أنظمة الدفاع الجوي تقدما في العالم كما تتمتع بالقدرة على الاشتباك مع الصواريخ الباليسية وكذلك الذخائر المتسكعة وأيضا الطائرات كذلك تمتلك إسرائيل منظومة أرو ثري منظومة لديها القدرة على اعتراض الصواريخ الباليسية منظومة جديدة أعلنت عنها إسرائيل مؤخرا وهي منظومة مقلاع داود هذه المنظومة المخصصة لإعتراض الأهداف الجوية متوسطة المدى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قدراتها الدفاعية لمواجهة تهديدات الصواريخ فرط الصوتية أهلا بكم من جديد لسنوات عملت إيران على تطوير عدد من البرامج الصاروخية استغلت في ذلك استثناء برنامجها للصواريخ الباليسية من الاتفاق النووي والذي وقع في عام 2015 وبعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة في 2018 من هذا الاتفاق كثفت طهران من تطوير مجموعة جديدة من الصواريخ بعيدة المدى آخر هذه الصواريخ كان صاروخا تقول طهران إنه صاروخ فرط صوتي يصل مدى حتى 1400 كيلومتر والذي استعرضنا معكم قبل دقائق على الجانب الآخر تتحدث إسرائيل عن تطوير منظومات متعددة للدفاع الجوية من بينها منظومة مختصة للتصدي للتهديدات فرط الصوتية للوقوف أكثر على أبرز برامج الدفاع الجوي التي تمتلكها إسرائيل ومدى فعليتها ينضم إلينا من تل أبيب المهندس أوزي روبين الملقب أبو منظومات الدفاع الصاروخي في إسرائيل أولا مهندس أوزي أهلا بك معنا في عسكري تاريا بداية كيف تقيم منظومات الدفاع الجوية التي تمتلكها إسرائيل في الوقت الحالي إنها قوية إلى أقصى قدر ممكن إذا ما أخذنا في الاعتبار جغرافيتنا وموازناتنا ومتطلباتنا إنها متوازنة بشكل جيد الآن لكن مهندس أوزي على سبيل الأثماء إسرائيل لديها منظومة القبة الحديدية وكذلك منظومة مقلع داود لكن كل هذه المنظومات لم تفلح في حماية الأجواء الإسرائيلية خاصة أمام الرشقات الصاروخية التي تستهدف إسرائيل ما بين الحين والآخر كيف تفسر هذا الأمر؟ على العكس لقد دافعت عن إسرائيل بشكل ممتاز ماذا بوسعي أن أقول في الجولة الأخيرة قبل بضعة أسابيع تمكننا من إسقاط 96% من الصواريخ التي أطلقت علينا فأي شيء نرغب به أكثر من ذلك لقد كان أداؤها رائعا ونحن راضون جدا عنها رئيس الوزراء السابق تحدث عن منظومة دفاعية جديدة ستمتلكها إسرائيل وتعمل عليها حاليا وهي منظومة الليزر لكن أولا كيف تقيم هذه المنظومة وكيف سيكون شكلها في المستقبل برأيك؟ هذا السؤال يعتمد على مستقبل الليزر لأنه يتمتع بإيجابيات عديدة وسلبيات عديدة في نفس الوقت من وجهة نظري ولا شك أن هناك اختلافا في الآراء فلا أعتقد أن منظومة الليزر ستكون بديلا لمنظومات الاعتراض ولكنها ستكون مفيدة في بعض الحالات التي تتطلب استخدام الليزر أكرر وأقول إنها لن تكون بديلا لأن الدفاع الرئيسي كان وسيبقى منظومات صواريخ الاعتراض لكن مهندس أوزي الكثير من المواقع الدفاعية المتخصصة تحدثت عن مشاكل ستواجهها الأسلحة المعتمدة على تقنية الليزر وخاصة منظومات الدفاع الجوي بأنها لن تكون لديها قدرة على التعامل مع أهداف متعددة ومتحركة في وقت واحد وكذلك فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية التي ستقوم بمدها هل تعتقد بأن هذه العقبات سيتم حلها فيما يتعلق بالمنظومة التي تعمل عليها إسرائيل؟ هذا ما قلته هناك بعض السلبيات وإحدى هذه السلبيات هي عدم القدرة على التعامل مع رشقات الصواريخ ولكن هذه المشكلة يمكن حلها عندما تصبح أسعار الليزر رخيصة بما يكفي للسماح بشراء كميات أكبر منه أسعار الليزر حاليا مكلفة ولذلك فإن استخداماته محدودة ومع ذلك يمكن استخدامه في حالات خاصة يكون فيها من المنطقي إطلاق الليزر بدلا من صاروخ اعتراض وكما قلت سيكون ذلك في حالات خاصة فقط حيث بإمكان الليزر مساعدة المنظومات الدفاعية الصاروخية إلا أن الليزر لن يستبدل المنظومات الدفاعية في الوقت الحالي أعتقد أن الوضع سيبقى بهذا الشكل لما لا يقل عن العقد القادم وبعدها ربما تكون أسعار الليزر أرخص وعندما تهبط الأسعار ستختلف الصورة عما هي عليه الآن وربما يستبدل الليزر بعض منظومات الاعتراض مهندس أوزي الكثير من الدول الآن بتتعمل على تطوير صواريخ فرط صوتية لماذا البعض يعتبر أن الصواريخ الفرط صوتية هي أكثر تهديدا من الصواريخ الجوالة أو الصواريخ العادية وبرأيك هل تمتلك إسرائيل أو هل لدى إسرائيل منظومات تستطيع اعتراض مثل هذه الصواريخ؟ السؤال يخص العالم وليس إسرائيل فحسب الصواريخ فرط الصوتية من المفترض أنها قادرة على تجنب منظومات الدفاع الصاروخية وهذا مشكوك فيه حيث زعمت أوكرانيا أنها أسقطت صواريخ فرط صوتية روسية هناك آراء مختلفة حول مدى خطورتها وقدرتها على تجنب منظومات الدفاع الحالية الأدميرال هل رئيس وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية أعلن في مجلس الشيوخ قبل فترة قصيرة أن البحرية الأميركية لديها القدرة على الدفاع ضد الصواريخ فرط الصوتية الأبحاث مستمرة حول قدرات الصواريخ فرط الصوتية وكيفية الدفاع ضدها ومثال على ذلك هو برنامج إسرائيل للتصدي للصواريخ فرط الصوتية مهندس أوزي إسرائيل والقادة في إسرائيل يقولونها بصراحة أن إيران هي التي تشكل تهديد فعلي وحقيقي على إسرائيل في هذا الوقت وكذلك على الجانب الآخر إيران تتحدث عن تطويرها للصواريخ لديها القدرة للوصول إلى العمق الإسرائيلي وسؤالي إلى أي مدى منظومات الدفاع الجوية التي تمتلكها إسرائيل قادرة على التصدي لأي صواريخ إيرانية في هذا الوقت إذا ما تحدثنا عن مسألة الردع فهي ليست مسألة فنية فهذه مسألة نفسية في عقول وقلوب البشر أما عن قدرتنا على اعتراضها فالجواب هو نعم بإمكاننا اعتراضها كافة الصواريخ؟ لست متأكداً لا نعرف أنواع الصواريخ التي يمتلكونها في الحقيقة ما لم تندلع حرب فلن نكون متأكدين من أنها قادرة على ذلك أم لا لقد صممنا منظومة الدفاع الصاروخي للتصدي لكل الصواريخ الباليستية الإيرانية الحالية أما إذا ما كانت منظومتنا ستنجح في التصدي لها أنا متأكد أنها ستنجح ولكن ليس بنسبة مئة في المئة ستكون بنفس كفاءتها في التصدي للصواريخ التي تطلق علينا من غزة فنحن ندافع عنها بشكل ناجح ولكن ليس مئة في المئة بالنظر للتحديات الأمنية التي تتحدث عنها إسرائيل مهندس أوزي هل تعتقد بأن الصواريخ هي التي تشكل تهديد أكبر أم الطائرات المسيرة أم ماذا بالضبط؟ إنهما تهديدان مختلفان تماماً فالمسيرات تمثل تهديداً والصواريخ الباليستية تهديد مختلف وكما ترى في أوكرانيا يستخدم الروس كلاً من المسيرات والصواريخ الباليستية في حربهم ضد أوكرانيا والأوكرانيون بالمقابل يدافعون ضدها فالتهديدان مختلفان بشكرك شكراً جزيلاً المهندس أوزي روبين الملقب بأب منظومات الدفاع الصاروخي في إسرائيل شكراً على كل ما تفضلت به من معلومات صنعت لتكون ناقلة الجنود المصفحة للجيش الأمريكي في مطلع ستينيات القرن الماضي إلا أن نجاحها جعلها واحدة من أكثر العربات المدرعة الهجومية انتشاراً في العالم كما شاركت في عدد كبير من النزاعات العسكرية ناقلة الجنود المصفحة M113 هذه الناقلة التي تصنعها شركة FMC الأمريكية هذه الناقلة دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي في عام 1960 كما لعبت دوراً بارزاً في الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام تصنيع هيكل هذه الناقلة من صفائح الألومونيوم جعلها مقاومة للرصاص وأبقاها خفيفة الوزن بشكل يسمح بنقلها جواً إلى ساحات القتال يتكون طاقم الناقلة M113 من جنديين فقط مع قدرة على نقل ما بين 11 جندياً إلى 15 جندياً من قوات المشاه تم تحديث هذه الناقلة عدة مرات أبرزها تحديثات مرتبطة بزيادة تصفيحها كما تم إنتاج 40 طرازاً منها من بعضها طرازات مسلحة بمدفع رشاش من عيار 12.7 مليمتر كذلك تم إنتاج طرازات أخرى مخصصة لمدافع الهاون وعربات النقل والإصعاف كما يقدر عدد الموجود منها في الخدمة حالياً بنحو 80 ألف عربة تخدم في 44 جيشاً حول العالم حالياً تنتج شركة بي اي سيستمز إصدارات متطورة من هذه العربة تحت اسم اي ام بي في من أبرز الحروب التي شاركت فيها هذه الناقلة إضافة طبعاً إلى حرب فيتنام التي ذكرناها في بداية هذا الحديث الحروب بين العرب وإسرائيل وكذلك الحرب في العراق اشتركوا في القناة حلقة عسكري تاريا لهذا الأسبوع قد انتهت الأسبوع المقبل المزيد من الأسلحة والمزيد من الصفقة في أمان الله اشتركوا في القناة